اشتركوا في القناة في سوق الجملة بالدار البيضاء وسنادا الى معطية شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات الموكل لها تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية انخفض سعر البطاطس مقارنة بالاسبوع الماضي اذ تراوح السعر بين 3.5 دراهم و 5.5 دراهم للكيلوغرام وانخفض سعر الطماطم بدوره على سعره اذ تراوح بين درهم ونصف و3 دراهم اما سعر الجزر فحافظ على سعره اذ تراوح السعر هذا الاسبوع بين 3.5 دراهم و 7 دراهم للكيلوغرام اما بالنسبة لأسعار الفواكه فعرفة انخفض طفيفة في العسعار مقارنة المال الاسبوع الماضي تراوح سعر التفاح المستورد بين 12.19 درهم للكيلوغرام وسعر الموز المستورد هذا الاسبوع فيتراوح بين 11 درهم و 16 درهم للكيلوغرام سعر العنب فيتراوح هذا الاسبوع بين 4 دراهم و 12 درهم للكيلوغرام وبالنسبة لسعر اللحوم الحمراء فتراوح سعر اللحم البقري بسوق الجملة من 76 و 78 درهم للكيلوغرام اما بالنسبة لسعر اللحم الغنمي فيتراوح السعر هذا الاسبوع بين 87 درهم و 89 درهم للكيلوغرام الاسبوع للكيلوغرام